ماذا علاقة الشعر والموسيقى في الوطن العربي بالتحديد؟ يعني أنا لما أشوف بره مو بويتري مو شعر شعر مباشر إحنا بشلونس؟ هل هادية من مكان معين؟ ماذا علاقة الشعر إحنا؟ حتى يعني اليوم ممكن أنك صار أقل هالشي لكن في الماضي الشعر متسيد على الموسيقى نفسها يعني والشعر مو متسيد على الموسيقى، متسيد على كل شيء والموسيقى جزء من هالأشياء هذه الشعر ديوان العرب من الأول يقولونها يعني تراثهم، تاريخهم، تب تعرف أنت شنو صار بالشعر أظن بتهوب نسوي مقطوعة حق نابليون مقطوعة موسيقية بس لو نابليون هذا عربي كان سوينا على قصيدة، مو مقطوعة مقطوعة ما توصل شيء، ما توصل أفكار بالنسبة لنا كثقافتنا العربية نحن شعر مفتونين بالشعر من الجاهلية إلى اليوم نزين؟ فالشعر هذا كان حوله تلقى مباريات مباريات قصدي أن يتبارون بينهم وبين بعض تلقى الشاعر يوقف بساحة ويقول أول مثل أسواق عكاظ وغيره ليه اليوم؟ نزين؟ بالنبط وتلقى بكل مجال، بالمدح، بالذم، الهجاء، بالغزل، كل شيء صح، حتى في الخطابات السياسية يفتدون بعض المرات في بيت شعر والاستشهادات الدينية أيضاً، تلقى وهو يستشهد بالدين وهذا يهيب لك بيت شعر فهو ما يشوف أن هذا شيء يخل يعني ممكن ييب آية قرآنية وييب شعر ما عنده مشكلة، فالشعر داش في عمق الثقافة العربية ويت الموسيقى عززت من مكانة الشعر عجيب، أوكي، واضح فلذلك لا تستغرب أن مثلاً كثير من الشعراء ابتدوا من الموسيقى أعطيك مثال أعطني مثال من أكبر شعراء الكويت وأعظمهم أحمد مشاري العدواني صحيح اللي هو كتب نشيد الوطني وكتب أشياء غنائية كثيرة وشاعر فهو تميز، لأن أنا أهم أقرأ هذا، أن كانوا الملحنين يقولوا له يقولون له مثلاً في غلالا، لا 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 لا، يا معاود شوف لنا كلام، خل ركب عليه هو يسمع اللحن يدري أن هذا لازم يركب عليه، هالقياس من الشعر، البسيط مثلاً على طول، شعبي، أو فصيح فأنا ما أدري ليش عندها القدرة هذه فأهو في مقابلة قديمة بالستينات يقول أنا كنت أروح أطلع ويا أبوي كل يوم، وهو طفل يقول يمسك إيدي ونطلع من مكاننا مثلا إذا هم بشرق يروحون لي جبلة يعني هذا ماشي يمكن كان ساعة مثلا ماشي حاشمته بالأربعينات الثلاثينات يقول طول المدة أبوي يغني الأصوات الكويتية بأجود ما يكون عجيب يتسلق هذا الولد الصغير يحفظ فهو يحفظ لحن ونص مع الوقت صار هذا المدخل أتصور حق الشعر لأنه صار عنده كم من الشعر محفوظ بس كل الشعر خنقول غنائي بس بعدين تجاوز صار شعر لذلك الشعر مهم جدا لدرجة أن أوظف كل شيء عشانه يبرز عجيب عند العرب صبيت لك ماي دكتور أنا ما صبيت لي ماي لا سمعتك شكرا لك